مرات متعددة صورة واسم طبعا الراحل الكبير العامري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي الحقيقة اللي كان دايما كل الناس بتشيد بيه الحقيقة يعني وما زاله كل بيشيد وبيؤكد وبيرسخ كمان لفكرة انه كان شخصية عظيمة جدا ومحبوبة جدا كلنا شفنا طبعا احتفاء كبير باسم العامري فاروق فيه مناسبات عدة وكان من ضمنها كمان يعني الاحتفالات الاخيرة كلنا شفنا صورة كبيرة ليه في احتفالات بطلات يد النادي الاهلي يوم الجمعة اللي فات تحديدا نقدر نقول انه كان حاضر بقوة في هذا التتويج زي ما كانت اللاعبات دايما متعودين على وجوده كمان بكرة ان شاء الله النادي الاهلي هيكون على موعد مع استقبال وفد رفيع المستوى من نادي الهلال السوداني الشقيق من اجل تقديم واجب العزاء في السيد العامري فاروق رحمة الله عليه فعلا يا كريم احنا زي ما انت قلت خلال الفترة الماضية احنا خلاص يعني يمكن قربنا على شهرين او يمكن اكتمل الشهرين منذ رحيل العامري فاروق شخصية مش ممكن ننساها ولا تنساها الجماهير جماهير الكرة العربية مش بس النادي الاهلي احنا شفنا الحقيقة رجل يعني لا يختلف عليه شخصين شفنا قد ايه هو كان في ظهر النادي الاهلي شفنا الحقيقة كل الناس كانت بتتكلم على قد ايه هو كان شخص وافي جدا لناديه وده شفنا كمان بعد رحيله مع عائلته شايفين يعني شقيقه شايفين كمان زوجته اكيد الفاضلة وشايفين ابنه موجودين في ظهر النادي الاهلي موجودين الحقيقة في المدرجات الخاصة بالنادي الاهلي للالعاب الاخرى شفنا قد ايه العامري فاروق ما تنساش ولا تفصيلة في كل الاحتفالات الماضية كريم في كل التتوجات بالالعاب الاخرى خاصة ان هو كان ملم جدا مهتم جدا بالحقيقة ملف العاب الصلاة فاكيد عمره ما هيتنسي والحقيقة عايزين نقول حراكم بكرة ساعة وحدة الظهر هيكون وافد نادي الهلال وعلى رأسه طبعا هشام السباط رئيس مجلس ادارة النادي هيكون في مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة علشان يقدبه زي ما الكريم طبعا قال واجب قال عزاء في وفاة الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي رحمة الله عليه طبعا يعني بطبعات الحال ادارة النادي الاهلي عبارت عن تقدرها الكامل لهذه اللفتة الطيبة من جانب نادي الهلال السوداني الشقيق واللي بتعكس اكيد العلاقات التاريخية بين الناديين الكبيرين النوع ده من الامور يعني مش حاجة عجيبة ابدا لان طبعا النادي الاهلي تجمعوا بقواصر المحبة والاحترام المتبادل بكل الفرق الرياضية ولا سيما الفرق الكبرى والحقيقة تانية نرجع ونقول شخصية العمري فاروق الله يرحمه من الشخصيات اللي فيه اجماع عليها مش بس مصريا مش هنقول بقى اهلويا ولا غير اهلويا عربيا الحقيقة مفيش بني ادم تعامل مع هذا الرجل رحمة الله عليه غير لما الحقيقة يعني كان ليه في قلبه معزة خاصة جدا 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 وان شاء الله يعني ربنا يرحمه برحمته الوسعة وتاني وتالت ورابع خالص تعزينا لأسرته الكريمة ان شاء الله يمكن شفت احنا بدأنا اول حلقة كريمة نتكلم على الدايت اشتركوا في القناة